موسيقى 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 MDGS معا بروح رياضية مشاهدي هوريزون تيفينما كنتم أعلن ومرحبا بكم إلى عدد جديد من برامجكم الإخباري زوم سبور والبداية طبعا بأخبار كان مصر 2019 والأمر متعلق بالمنتخب الوطني المغربي الذي استأنف تداربه اليوم بداية من الساعة السادسة إلى ربع بالتوقيت المغربي استعدادا للمباراة القادمة أمام المنتخب البنين ضمن ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا مصر 2019 المنتخب الوطني المغربي استعداد فتداربه وبعد يوم راحة منحه المدرب إيرفيرونار للاعبي المنتخب الوطني المغربي قصد الاستعداد للمباراة الهامة أمام منتخب البنين وعلاقة بالموضوع نستمع للصحفي راشيد جامي صحفي بالإداءة الوطنية ويتحدث عن حصيلة المنتخب الوطني المغربي في المباراة الثلاث ضمن الدور الأول من مجموعات كأس أمم أفريقيا مصر 2019 الحصيلات التحدث عن نفسها كنظل أول مرة المنتخب الوطني كي حققت سعود ديال النقاط على السعود ثلاثة ديال انتصارات في ثلاثة ديال المباراة في الدور الأول هذا أول إنجاز لفريق الوطني المنتخب الوطني ما تسجل لي تشيه هدف سجل ثلاثة ديال الأهداف منع أنها حصلة أكثر من إيجابية مهمة جدا من الفريق الوطني الآن أوراقنا صبحات مكشوفة صبحنا من المرشحين يضعونا المتتبعون والمهتمون مع المنتخبات اللغة نفس على اللقب لأنه شاركنا في الكاف في الكان وإحنا عندنا جوجيا للهزائم جوجيا للمباراة والدية الآن دور الثاني والمنتخب الوطني عنده ثلاثة ديال انتصارات في ثلاثة ديال المباراة دانا نظن بأنه الأمور القادمة يلي غا تكون صعبة ويلي غا تكون مهمة منتخب الوطن كي يخصي حافظ على قدمي كيف قيد قل فوق الأرض ويكون جاهز ويتعامل مع جميع المنتخبات اللي غا يواجهها بالجدية اللازمة ونواصل دائما أخبار المنتخب الوطني المغربي بمصر استعدادات متواصلة العناصر الوطنية ستكون جاهزة للمباراة القادمة من منتخب البنين المنتخب الذي يعتبر حلقة سهلة بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي خاصة وأن الأسود لطالما تفوقوا على المنتخب البنين في أكثر من مناسبة إلا أن مثل هذه الفرق أو هذه المنتخبات قد تخلق المفاجأة ومزيد من أخبار المنتخب الوطني نستمع لتصريح الإطار الوطني محمد بكاري ويتكلم عن اللاعب زياش والعطاء الذي لا زال حتى لا لم يقنع رغم مستواها الكبير رفقة فارق آياكس أمستردام الفارق الذي يلعب له أنا بالنسبة لرأي ديالي لأنه زياش هذا الموسم دار واحد الموسم رائع جدا بالنسبة للأنظار ديال المتتبعي المغاربة بالنسبة لي أنا جياش فرغم أنه لم يظهر بالقوة اللي ظهر بها الموسم ولكن بالنسبة لي أنا كمنظومة تاكتيكية اللي نشوفه أنه زياش كيفاش هو يعني نقول أنه متبع تعليمات ديال المدري فهو شكل عادي ولكن زياش أنا تنتمنى أنه يلا ظهر زياش بشكل اللي هو ظهر بها ديال الموسم مع أجاكس أمستردام فهو قد يكونوا أحسن يعني اللاعبين فإحنا محتاجين اللاعبين محتاجين أنه زياش يكون في الفورما دياله لأنه تنعرفوا أنه زياش هذا كله دغني بباس هذا اللاعب اللي اللي ممكن أنه يحتال حراسة المشددة اللي عليه لأنه في المتا ياخد كورايل لو تنشوفه جوش تلاعبين أو ثلاث لاعبين فنتمنوا أنه زياش في المباراة المقبلة أنه يكون أحسن وشيء عادي أنه زياش يظهر بمستوى لأنه شبنا تم محمد صلاح اللي تعتبر من بين أحسن لاعبين في العالم فهو باقي ما ظهرش بهذه المستوى شبنا المصريين لكذلك أنه تقولوا بأنه محمد صلاح باقي ما ظهرش بهذا المشي فشيء عادي فنتمنوا أنه في المباراة المقبلة أنه زياش يظهر بالمستوى اللي يظهر به مع أجاكس هذا ومن جهة أخرى تم اختيار اللاعب أشرف حاكيمي وكلاعب المنتخب الوطني المغربي ضمن التشكيل الميتالية للدورة الأول فيما اللاعب المهدي بنعطية في دكة البودالة وعلاقة دائما بحصيلة تهديفية لدورة المجموعات حيث تم تسجيل 38 هدف في 36 مباراة أقوى هجوم حتى الآن وفي الدورة الأول المنتخب الجزائري ومالي بست أهداف أقوى دفاع منتخب مصر الجزائر الكاميرون والمغرب حيث حافظ على نظافة شباكي في مابوروندي وكذلك غينيا بيصاو لم يسجل أي هدف حفي مسابقته في كان مصر 2019 ونستمع الآن إلى نوفى العوامل الزميل الصحفي بقناة ميديان تيفي ويتحدث عن المنتخب الوطني المغربي وكيف يواصل استعداداته للمباراة القادمة وكذلك ذكريات المنتخب مع الدور الأول مساء الخير أخي محمد تحية لك ولكل المتابعين ومبروك يعني الجمهير المغربية هذا العبور الآمن صوبة ثاني الأدوار صوبة دورة من نهاية من كاس الأمم الأفريقية مصر 2019 نقول مرور آمن لأنه بالفعل يعني تعودنا على سيناريوهات مختلفة للمنتخب الوطني من خلال الكوس الأفريقية الأخيرة سواء كان يعني فقط في السنوات الأخيرة نقول جنوب أفريقيا 2013 كيف كان ذلك السيناريو الكارثي أمام جنوب أفريقيا في المباراة الأخيرة وتأهل جنوب أفريقيا والرأس الأخضر عن مجموعة المنتخب الوطني التي كانت تضم أنا ذاك أنجولا كانت بدايات غير موفقة تكرر ذلك في كان القابون 2017 أكيد باستثناء 2015 اللي كانت في غنيا الاستوائي ولم نشارك فيها فجمهور المغربي متعود ربما على لغة الحسابات المعقدة مع المنتخب الوطني في الكوس القارية لا نعلم لماذا ذلك نحسي ولازمنا ولكن الحمد لله اليوم أكثر من عصفور ضربة بحجر واحد الإضافة إلى فك العقدة الجنوب الأفريقية وتربية الأولاد كرويا طبعا والتأهل على رأس المجموعة بتسع نقاط بشباك عذراء بغلة تهديفية وممكن أن نقول بأنها يعني لا بأس بها وجيدة مع أمال تطور المستوى التهديفي للمنتخب الوطني مع مرور المباريات هناك عدد كبير جدا من الأشياء التي اكتسبها المنتخب الوطني أهم وأكيد أنه تجاوز مراحة صعبة في هذه الكأس وفي نفس الوقت أيضا هناك نسق تصاعد يمكن أن يقال وأيضا اقتصاد في المخزون البدني لدى اللاعبين وإشراك عدد من العناصر التي رضيت بمقعد البودلاء مع أنها كانت تمني النفس بأن تكون بشكل أساسي في تشكيلة أيرفيرونار لدينا مدرب خبير تمكن أيضا من مجارات مبارياته الواحدة والأخرى بطريقة ذكية لديه مجموعة ملتحمة وجميل جدا أنه لازال يحافظ على ذلك الانضباط وذلك الالتزام يجلس عميد الفريق كالمهدي بن عطي على مقاعد البودلاء يشرك داكوستا فنراه مقاتل وبثنائية رائعة مع سايس في خط دفاع المنتخب الوطني فيصل فجر يدخل في الدقاق الأخيرة يمرر تمرير الهدف لمن؟ للشيخ الشاب مبارك بوصوفة يعني هناك مكتسبات كثيرة جدا ولكن يلزمنا أن نكون أكثر حسما في مناطق الجزاء نصل نمرر تكون لدينا كرات عرضية بالجملة نسيطر على الكرة لم يمر أي لقاء من دور المجموعة إلا وكان المنتخب الوطني بلغة الأرقام والإحصائيات هو الأفضل التسديد على المرمى التمريرات الحاسمة التمريرات الكرة فيما بين اللاعبين السيطرة على الكرة فهذه الأفضلية ربما لأسود الأطلس لا بد أن تترجم في اللقاءات المقبلة بإذن الله ونواصل أخبارنا مشاهدي الكرام ببرنامج مباراة تمنى نهائي كاسم من أفريقيا مصر 2019 المنتخب الوطني المغربي سيواجه منتخب البنين يوم الجمعة القادم بداية من الخمس مساء وبعد فوزه في مباراة الربع سيواجه الفائز من مباراة السنغة الأغندا فيما مدغشقر تواجه الكونغو الديمقراطي غانا في مواجهة تونس هذه المنتخبات التي من الممكن أن يواجه المنتخب الوطني المغربي قبل الوصول إلى النهاية فيما المنتخب الجزائري يواجه منتخب غينيا الكودي فورمالي الكاميرو النيجيريا ومصر تواجه جنوب أفريقيا وعلاقة بالمنتخب المصري نستمع لتصريح الزميل الصحفي أحمد أشرف صحفي بجريدة الدستورة المصرية ويتحدث عن حضوض الفراعنة في باقي المباراة في الحقيقة حصوص المنتخب مصري في مباراة جنوب أفريقيا المقبلة صعب التكاهم بها في تراقب داخل معسكر المصري من المباراة منتخب جنوب أفريقيا على الرغم منه صعد مركز ثالث لكن أدى بشكل كويس جدا في مباراته الأخيرة مع منتخب المغرب وكان ند قوي في مباراة الثانية مع ناميبيا كان ند قوي لناميبيا وكسب المباراة بهدف نظيف المباراة هكون صعبة مباراة جنوب أفريقيا مستهلة إطلاقا على منتخب مصر زي ما بيتوقع البعض خصوصا أداء منتخب مصر في الدور الأول لم يكن بشكل مطمئن وفي حالة ألأ داخل الجماري المصرية بسبب أداء الفريق ده هيأثر بالسلب ده هيخلي مباراة جنوب أفريقيا مباراة صعبة على الفريق المصري ولكن أعتقد أن بالتاريخ منتخب مصر لعب جنوب أفريقيا مرتين كسب المرتين فأعتقد أن منتخب مصر هتبع حظوظه أكبر شوية ولكن المباراة برضو لسه صعبة منتخب مصر طريقه صعب جدا في البطولة لو تجاوز جنوب أفريقيا هيقابل الكسبان من الكاميرا من المجيريا فالأمور صعبة نتمنى التوفيق إن شاء الله منتخب مصر ومنتخبات العربية في البطولة ونعود هذه المرة إلى التوقعات الجماهير المغربية وبعد المتتبعي كرة القدم الوطنية الجماهير المغربية تتكلم عن المباراة القادمة للمنتخب الوطني أمام منتخب البنين وكيف يتوقع حظوظ المنتخب الوطني المغربي في كان مصر 2019 علما بأن منذ أن وضعت القرعة المنتخب الوطني المغربي في المجموعة التي تضم جنوب أفريقيا والكوذفور والبنين الكل اعتبر أو تكلم وقال بأنه سيعود المنتخب الوطني المغربي إلى عرض الوطن مبكرا دون أن نشتغل ونستعمل ألة الحساب إلا أن الأسود كانوا جاهزين لكل مباراة كأس أمم إفريقيا أو كأس مصر إن صحى التعبير وتمكنوا من المرور إلى الدورة الموالية بتسع نقاط نستمع لآراء بعض متتبعي أو جمهور الذي عشق قرة القدم والجمهور المغربي بصفة عامة ويتحدث عن حضوظ المنتخب وكذلك من المباراة القادمة الحمد لله لديت لعبه مزيد غير نادع الحمد لله لكل شيء يدر ليعليه تقاتله لعبه بالنفس كما تقول يكونوا مهنين بأن مغربة فرحانة بهم ومغربة كانوا يعجبون الحياة ومتبعون وكانوا ينسيس على هذه الأمات السعادة أتمنى أنهم حط مزيدة إن شاء الله يكونوا بنا وإن شاء الله إن شاء الله أربحوا يقولوا غير واحد زروا باركة وإلا ندروا مزيدة ونقولوا ثلاثة زروا المقابلة للمسط البنية لا يريد أن نحقرها بطبيعة الحياة كذلك لننسى السيناريو الذي ترانيه في كوب ديموند حقرنا إيران وربحاتنا وهمتدون هو الاسبانية وكانت عادة معهم لأن البنية عسنا تتعاملوا معها كفارق قوي إن شاء الله تكون ترقم أهلا إيشاء الله لم يرغب انه ليس حقق للمنتقى بها بإيكافة لا يرغب أن يقولوا من أعوام لم يرغب انهم يتمكن بأيكافة كي تعتبرون لهم التوفيق إن شاء الله ولم يخيبون الظهر لديهم لأن هذه المقابلة الصلاة عند البنية لأنها هذة هو الأول اللي اللي يحبس ي عليهم أن يتعاملوا معه وكذلك الفوز راكيب قتل نهائي وخاقع تربح البنين ما زال لك دومي فينال وما زال لا فينا وبالنسبة لكوب دافيك راك دي ما فيه الموال البيوتا ما كيكونوش بزيف مكرانش تربحوا بلون ديكاب شيشوشة زارو ولا ثلاثة زارو وكي انفانت كونت راكيب قابيه تراولي كي اهلك هذا كل بيت في الخارق عدي نطمح عليه كامل نحن المغاربة ان شاء الله وكي تمنوا المنتخب المغربي التوفيق في المسيرة دياله الماتش هادي يكون انشاء الله سهل من نسبة البنين لان ليكيب شوية وقفات الصح بتغادية مزيان حمدو الله واحد زارو ديمنا قليل واحد زارو تنسيريو ان شاء الله يكون النتيجة انشاء الله في سالح المتخب الواطعاني ان شاء الله تنتمنى وجوج واحد زارو هذه النتيجة اللي باقي ان شاء الله المهم هي فرحونا الماتش البنين نعمو المنتخب الوطني في حالة جيدة وتنتمنى وليه توفيق في المباراة ديالي غدي تكون مع البنيني وحنا بدورنا تنشجع المنتخب الوطني وتنتمنى وليه فوج يكون هو جوج الثلاثة وهذا منتخب صراحة عجبنا بزاف وكلنا مغاربة ومنطانجة القويرة وديما تنشجع المنتخب الوطني سيكون قاسح شوية هذا دور اقصائي سكيفي ستكون لنا كل لعب مزايرة شوية تفاول كبير من جانب متتبعي وعشاق المنتخب الوطني المغربي وكرة القدم الوطنية بصفة عامة ونتمنى التوفيق للعناصر الوطنية قصد العودة باللقب الذي طال انتظاره مشاهد الكرام الآن وصلنا للفقرة الأخيرة وهي فقرة صورة اليوم صورة اليوم مشاهد الكرام متداولة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي للعب البرازيلي دانيل ألفش لاعب الذي لاعب ليلة أمس مبارك كبير أمام المنتخب الأرجونتيني لاعب يبلو من العمر حوالي 35 سنة ولكن الأداء الذي ظهر به ليلة البارحة كان أداء وكأن ألفش في عمره 20 سنة وقدم أداء كبير وكان هو وراء التمرير الأخير التي منحت الهدف الأول للمنتخب البرازيلي وشاري لأن المنتخب البرازيلي تمكن من الفوز على المنتخب الأرجونتيني بهدفين لسفر والمباراة التي ستجرى الليلة ستجمع بين البيرو وتشيلي وستكون مباراة النهاية ستجمع بين البرازيل وواحد من منتخبي أتشيلي ومشاهد الكرام وصلنا إلى نقطة نهاية زوم سبور على أمل اللقاء بكم في فرصة قادمة دمتم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء مدجيس معن بروح رياضية